موسيقى مشاهدين الكرام آلاف من الحشود من كل أنحاء محافظة بني سويف في انتظار تشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقرية سدس الأمراء بمركز بيبة بمحافظة بني سويف بالطبع هناك أيضا آلاف من المتطوعين من مبادرة حياة كريمة ومن التحالف الوطني للمساعدة في تنظيم هذا اليوم العظيم بتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقرية سدس الأمراء ووجود هذه الألاف من الحشود هذه الألاف من الحشود موجودة اليوم وتحدثنا معها عن ما تراه بأعينها عدد كبير من الإنجازات والمشروعات كانت موجودة على أرض محافظة بني سويف وتحديدا مركزي بيبة وناصر وأيضا بالتحديد مركز بيبة وقرية سدس الأمراء هذه الحشود رأت عدد كبير من الإنجازات والمشروعات المختلفة ضمن المشروع القومي العملاق حياة كريمة هذا المشروع الذي يخدم أكثر من 60 مليون مواطن مصري في كل أنحاء الجمهورية وبالطبع صعيد مصر كان له نصيب كبير في هذه المشروعات والإنجازات لذلك نرى هذه الحشود المجتمع اليومي من كل أنحاء محافظة بني سويف في انتظار تشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقرية سدس الأمراء بمركز بيبة بمحافظة بني سويف اشتركوا في القناة